سام غالي أو كابتانو النادي الأهلي اللي شرف نادي النهاردة جاء الحارس علي لطفي حارس مميز جدا طبعا حضراتكم عارفينه مع الشناوي النجم الكبير النجم اللي فرض نفسه على مصر كلها وإن شاء الله يكون حارس منتخبنا في روسيا بإذن الله علي لطفي حارس مرمى امبي عنده 28 سنة خلي بالكو بقى من الأعمار ودي حاجة مهمة جدا علي لطفي صلاح محسن مهاجم امبي عنده 19 سنة مهاجم الأهلي حاليا محمد شريف دجلة تحت روس الحربة يعني وصفوه زي ما توصفوه 24 سنة محمد فخري صنع ألعاب من المحل عنده 19 سنة محمود الجزار قلب دفاع من كهربة اسماعيلية عنده 19 سنة ده أول تدريب للعيبة الجديدة يعني أقول لكم الأعمار تاني على لطفي 28 سنة صلاح محسن 19 سنة محمد شريف 24 سنة ومحمد فخري 19 سنة ومحمود الجزار 19 سنة ما شاء الله طيب اللعيبة اللي راحه أعراض عماد متعب 6 شهور يعني زمانه جاي راح بـ 300 ألف دولار مش هنقول أرقام مش مشكلة هقول لكم النتيجة في الآخر كاتئة مؤمن زكريا برضو زمانه جاي في الطريق 29 سنة أحمد الشيخ 25 سنة صلاح جمعة سنة ونص صلاح جمعة اللي هو صنع العاب صلاح جمعة معلم يعني 26 سنة عنطر لوحده حسين السيد 26 سنة عمر بركات 24 سنة دي الصفقات اللي جبناها ودي الرجالة أو العناتر بتوعنا اللي طلعناهم أعراض ماحنا الفرقة كلها ما شاء الله عندنا عنطر ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني يعني أنا قلت قبل كده عندي الكابتن حسام البدر الله يكون فعون لما سمعني فيه عنطر جاي قال لا أنا عندي الفرقة كلها عنطر هو أنا ملاحق على العناتر اللي عندي لما نجيب عنطر بديد فحاجة يعني الله يكون فعون الكابتن حسام ده احنا بنطلع على العناتر بتوعنا عراض فيعني الإجمالي أو اللي احنا بنطلعه من المعادلة دي إن طلع للنادل آهلي إجمالي عائد البيع للنادل آهلي 3.650.000 اضربوهم بقى في الدولار دلوقتي 5.000 دولار 3.650.000 اضربوهم بقى في الجنين مصري هتشوفوا كم مليون في الآخر النادل آهلي طلع كسبان يا جماعة يعني ما شاء الله ما شاء الله النادل آهلي اشترى وطلع أعراض ما بعش خلي بالكم في فرق أننا طلع أعراض وفرق أننا بيع لو بيعنا لعيب واحد من اللعيبة اللي هي 19 سنة دي بعد 5 سنين هيجيب لك كل الفلوس دي دلوقتي فيعني ما تقلقوش في ناس بتشتغل بدماغها في لجنة كورة وعية جدا 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 عندنا آه ان شاء الله يعني قريب جدا لاتسمعوا برضو أن فيه الدنيا فيه مسات كويس ان شاء الله في الطريق يعني لكن الناس بتشتغل عارفين احتاجاتها ايه بيسدوا الخنات اللي احنا عايزينها بس مش بنجيب لعيبة وبعد كده ما نعرفش عنها أي حاجة ده كان الحاجة المهمة اللي انا كنت عايز اتكلم مع حضراتكو فيها يعني عندنا طبعا مباراة ودية نادل الاهلي بالرغم من كل ضغطة الدور اللي هو فيها لكن فيه مباراة ودية في السعودية ان شاء الله نادل الاهلي يكون خير ممثل زي ما عودنا في كل البلاد العربية عشان كده هيمثلونا ضيوف الكرام اللي نتكلم معاهم بالتفصيل عن مباراة الاهلي ونجوم السعودية ونشوف دور الاهلي في البلاد العربية ودور الاهلي افريقيا هنتكلم عن كل حاجة هنتكلم كمان عن الصفقات هنتكلم عن تسئولات الحضراتكو بتسألوا عليها دايما هنتكلم عن المراكز اللي لسه محتاجها نادل الاهلي مع نجومي الكباتن الكتبار الكابتن جمال السيد نجم الاهلي السابق والاستاذ جمال الزهير رئيس القسم الرياضي بجريدة اخبار عليما حضراتكو ان البدري وغالي او غالبي كابتن حسان بدري بيقول ان غالبي يوقع الاهلي المودة السابق طبعا عارفين الكلام اللي طلع عن الكابتن حسان بدري في مشاكل مع حسان غالي ومش عارف الكلام ده كله يا جماعة حتى لو حصل مشكلة قبل كده حتى لو حصل مشكلة قبل كده خلاص كل حاجة في نادلالي بتدوب في خلال يوم او يومين في ظل الادارة الوعية جدا وفي ظل النجوم اللي بيتحكمه دلوقتي في الامور الفنية كابتن حسان بدري المدير الفني الفريق الاول بنادي القالي قال ان الجهاز الفني وافق على عودة النجم الكبير الكابتانو حسان غالي قائد الفريق ده على تساني كابتن حسان البدري الى النادي مرة اخرى بعقد يمتد الى 6 اشهر طبعا عارفين ان غالي انها تعقده مع نادي النصر السعودي يعني بالاتفاق من غير اي مشاكل حسان غالي اضافة لاي مكان هو فيه خصصا كمان لما بيرجع بيته حسان غالي كان ماشي يعني تنزعلان شوية لكن الحمد لله ان هو رجع بيته ايضا النجم جونيور اجايي بياخد راحة من المران بسبب الاجهاد شفنا جونيور اجايي ما شاء الله يعني مباراة الاسماعيلي يعني عنده كتير جدا جونيور اجايي لكن بدء يرجع زي مكان عنده اجهاد وخد راحة من المران النهار ده نادي الاهلي مضغوط هيلعب يوم اتنين وهيلعب يوم اربعة مباراة الاتحاد كمان مباراة صعبة جدا كمان مباراة الاتحاد عمل فرقة كويسة قوي كمان يعني استغل فترة التقاليات الشتوية وجاب لعيبة كويسة جدا جدا دعم بيوم صفوفه عشان كده اعمل نتائج كويسة واكيد مباراة الاهلي تبقى صعبة جدا على نادي الاتحاد وعلى نادي الاهلي تبقى صعبة شوية إن شاء الله نادي الأهلي يكتزها عشان يوسع الفارق بينه وبين المركز التاني اللي عليه حرب كبيرة شوفنا الأهلي والإسماعيلي نادي الأهلي عمل كل حاجة في الكرة كان فيه بعض الفرص الضائعة أو معظم الفرص ضائعة من نادي الأهلي لكن في الآخر النجم وليد سليمان خد تلات نقاط وجري يلا نطلع فاصل عشان نستقبل ديوفنا الكرام الكباتن الكبار كابتن جمال السيد والأستاذ جمال الزيري فاصل واستنون